في ظل الشد والجذب مع أول جسد في عمر البرلمان العراقية الجديد واحتمالية التأخر في اختيار رئاسة الثلاثة يبدو أن تحدي إقرار القوارين المهمة داخل قبة البرلمان سيكون صعبا ولأسيما قانون الموازنة العامة الذي يخشى عليه من الإهمال مع انشغال الكتلة السياسية والنزاع على المناصب والمكاسب عدم الاتفاق على إكمال الاستحقاقات الدستورية وإكمال اختيار رئاسات الثلاثة سيعرقل إنجاز القوانين المهمة تحت قبة مجلس النواب وفي مقدمتها مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد ما يتطلب تضافر للجهود من أجل حل المشاكل الاقتصادية عادة الموازنات بكل دول العالم هي مرتبة ارتباط تشريعي وتنفيذي مجلس النواب أقر الموازنة ورفعها لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء للمصادقة لكن بها تعديلات رجعت مرة أخرى إلى الجهات المعنية لمناقشة التعديلات المطلوبة من الجهات الداعية صادف التوقيتات الزمنية لحل مجلس النواب وعقد الانتخابات البرلمانية الجديدة هذه كلها مرتبة ارتباط إداري وسقوف زمنية معدة ضمن التشريع القانون العراقي فأكيد هي تأخرت نعم لكن ظروف العراق ظروف استثنائية أكيد ليست هذه المرة الأولى التي تتأخر فيها الموازنة العامة للبلاد في أروقة مجلس النواب والوزراء ففي الدورات السابقة لمجلس النواب كان الإخفاق حليف هذا المشروع لذلك تحدث المراقب للشأن عن إمكانية تكرار سيناريو 2014 إذا استمرت الكتل البرلمانية بحواراتها السياسية متناسية مشروع قانون الموازنة وأهميته لشرائح كبيرة من المواطنين يعني بالتأكيد ليست المرة الأولى ولا الأخيرة تأخر الموازنة تحودنا عليها نتيجة لتقاعز الجهات المختصة عدوهم صلاحية بموجب قانون الدين العام ويصرف الواحد على 12 من العام الماضي يمشي ضرورياته ورواته ويكمل المشاريع إلى أن تشرع الموازنة تعرف هي جاهزة من المالية ومجلس الوزراء الآن عملية التئام مجلس النواب وإقرار الموازنة هذه المسألة الأكبر يعني ومع ضبابية المشهد وعدم وضوح شكل الدورة الجديدة لمجلس النواب تزداد المخاوف من تأثير هذا التأخير على السوق والأسعار وإمكانية استغلال هذه الفجوة من قبل ضعاف النفوس في تحميل المواطنين عبء الاقتصاد المتعثر للبلاد ويتوقع مراقبون تأخير إقرار هذا القانون في ظل الخلافات والمناكفات السياسية واستمرار الفرقاء بدوامة الكتلة الأكبر من بغداد حيدر صيب أنات الرابعة